أهلاً بحضراتكم من جديد الحقيقة الغضب أحياناً بيأخذ الناس زي ما الزميل أسامة السويسي قال وزي ما الأستاذ حسن مستكاوي أشهار للناس مش بس أنها تستغل الحدث لا تزايف الحقائق كنت بتفرج على أحد البرامج فأعتقد كان الكابتن طارق يحي مع الكابتن مجد عبغاني فبيقول له طب هو كده الأهل هيعاقب على عشان ضيع السوبر قال له السوبر واليد والسلة والطائرة ما احنا خدنا كل حاجة وانتو ما خدتوش أي حاجة ده الكلام لما بيمشي الناس اللي مستعدة أن هي تصدق ده بتهدر كل حقوق الفرق اللي خدت ده فحبنا نقول لحضراتكم بس للكابتن طارق يحي بحسبة بسيطة جداً حساب السنة دي بس يا كابتن طارق لأنه طيلا حد يقول لك ده الأهلي فرق النشاط الرياضي منهارة رجال وسيدات ما بياخدوش بطولات لا رجال ولا سيدات وإذا مالك واخد كل البطولات فحبنا نقول مراجعة بسيطة بس في كرة القدم السنة دي الأهلي خد دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وإذا مالك خد الدوري كرة اليد كرة اليد كاس مصر الأهلي خد الكاس رجال والسيدات خدوا ثلاث ألقاب الدوري والكاس وبطولة من المنطقة منطقة القاهرة يعني حساب الهندبور رجال وسيدات الزمالك أخد الدوري وفريق السيدات عنده ماخدوش بطولة فحساب كرة اليد في الآهل والزبالك رجال وسيدات أربعة واحد لصالح الأهلي أربعة واحد لصالح الأهلي عايزين تميزوا الرجالة عن السيدات وتعترفوا مجرعة تحسب أفريقيا لا بتكلم على الموسم المحلي الكرة الطيرة الأهلي أخد الدوري رجال وخد لقابل للسيدات الدوري والكاس يعني الثلاث بطولات في الطيرة الزمالك أخد كاس مصر فقط وما فيش بطولة للسيدات يعني حتى في الزمالك ياخد كاس الطيرة لأنه معتبرين الزمالك أخد بطولة الطيرة الزمالك خد الكاس والأهلي خد الدوري في السلة أو في اليد لما الزمالك ياخد الدوري والأهلي ياخد الكاس ويقولك لا الاعتراف بطولة الدورة هي البطولة الأساسية طب ما تخليك معايا بنفس المنطقة ما هو في الطائرة الأهلي خد الدوري والزمالك خد الكاس لسه عند رأيك ولا لأ عموما إذا كان البنت زي الولد زي ما انتوا عايزين ففي الهندبول حزبة الرجالة والسيدات أربعة واحد للأهلي حزبة الفولي او الطائرة رجال وسيدات ثلاثة واحد لصالح الاهلي كرة السلة الاهلي اخد دور المرتبط رجال وبطلتين للبنات الكاس والسوبر كاس السوبر كاس مصر وكاس السوبر وازا مالك اخد بطولة افريقيا ودور السوبر دون الحصول على اي بطولة للسيدات ما ترجعت تاني افريقيا يتحسب لي بطولة افريقيا في اليد اه قلت لي بحث محلي اه عايز تضيف الهندبوة الافريقيا يتحسب افريقيا في قول اللي امتحسبش ماشي هي ديت بس بتاعت الموسم اللي فات مش الموسم ده فبالتالي اصبح حساب البسكت تلاتة اتنين لصالح الاهلي تنس الطاولة اه كاس الكوس الافريقية تورسط اه صحية تنس الطاولة الاهلي خد البطولة العربية وخد كل منافسات تنس الطاولة في كل الاعمار والزمانك ما خدش ولا بطولة زاد الرانكينج العلام والترتيب العلامي وهنا جودة وطولة البرتغال ودينا مشرف لا يعني يا جماعة الغضب ما ياخدكوش ان انتو تدهسوا منطق وتدهسوا الحقيق وتدهسوا حق الناس في التقدير للبطولات اللي حقق اهو دي فرق رياضية تعبت وجابت بطولات فالغضب علشان بطولة انت بتضيع حقك انت ان اكتزهوا ببطولاتك اه انت ليه ما تذكرش في كل البطولات اللي خدتها العاب القوة والسباحة والكاراتي والجنباز والتنس حد مبارح انا بنكسب بطولات في التنس اه وتنس تطورة رجال وسيدات مهار شريف مصنفة عالمية والبطلة بتاعتك اللي كسبت بطولة برلين لسه من كام يوم اه هو دي دي لو حصلت في حدة تانية كان زمان ما حادش بيسمع غير الكلام ده فانت لأ تكسبان بطولات تسد عين الشمس وخسرت انت عملت حسيمي على اللي بخساره مش اللي بكسابه هي كده اهم بطولة هي البطولة التي يخسرها الاهل واغلى بطولة التي يحققها المنافس ده المنطق للأسف المعتمد اعلاميا للمين دول